بصبح عليكم مرة تانية هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة التقصى هيكون لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والواجل البحري والسواحل الشمالية ومائل الحرارة على جنوب سينة وجنوب البلاد بالليل الجو هيكون مائل البرودة على أغلب الأنحاء كمان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والواجل البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سينة والشمال السعيد خلونا دلوقتي نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غيني معضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية صباح الخير يا دكتور صباح الخير على حضرتك أستاذ علامية وصباح الخير على كل سيدة المشاهدين أهلا بك أهلا بحضرتك وطمئين عن حالة الجو النهاردة وأهم الظواهر الجوية اللي ممكن نتعرض لها على مدار اليوم إحنا طبعا في استمرار الاستقرار في الأحوال الجوية اللي بنشهده من زادات أيام في معظم محافظات الجمهورية تعتبر درجات الحرارة حول المعدلات الطبعية لها في مثل هذا الوقت من العام عظمة على القاهرة الكبرى ومتوقع أن هي تكون 24 درجة مقاوية ده خلال فترة النهار وتحديدا في فترة الزهيرة بنتأثر بالكتر الهوائية القادمة من مناطق الصحراوية فعشان كده احنا حاكين بالدفء والاستقرار في الأحوال الجوية كمان في امتداد بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا بيعمل على زيادة فترات سقوع أشاعات الشمس يعني أجواء مشمسة خلال فترة النهار دي بتحسسنا بالدفء والاستقرار والأجواء اللي غصفة تماما خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى أو الوقت البحري أو سواحنة الشمالية أجواء مائلة للحرارة أو معتادلة بشكل كبير على شمال السعيد من مائلة للحرارة الحرة على جنوب السعيد وجنوب سنة فترات النهار لكن مع غياب أشاعة الشمس والخلنا بفترات الجوية طبعا بيكون سنة فترة قيم درجة الحرارة بيكون ملفوظ أسكر ومحصوص خلال فترات الليلة المتأخر اللي هي فترات الفجر وفترة الصباح الباكر الأوقات دي اللي بنسجل فيها قيمة درجة الحرارة الصغرى واللي بتوصل لـ 15 درجة مائوية على القاهرة الكبرى المدن الجديدة الأماكن الصحروية الأماكن المسلوحة بشكل كبير بتحس بقيام درجة الحرارة كمان أقل من 15 درجة مائوية فبالتالي أجواء فترة اللي هي أجواء من مائلة للبرودة إلى باردة في معظم المحافظات خاصة في ساعات الليلة المتأخر فترات الصباح الباكر دايما الظاهرة الجوية اللي بتأثر في حالات لاستقرارة الأحوال الجوية هي الشبورة المائية الشبورة المائية بتظهر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية لكن هي شبورة مائية خفيفة بتتلاشى سرعان سطوع أشعة الشمس وتبدأ رؤية الأثقاء تحسن على أغلب الطرق كمان ما بتتأثرش بشكل كبير على حركة المرور وقت تكون الشبورة المائية بيكون تساعات الليلة المتأخر يعني تقريبا الساعة 3-4 لفجر وبتستمر معنا حتى سطوع أشعة الشمس يعني تقريبا لحد الساعة 7-8 وصباحا الشبورة المائية بتكون موجودة كمان هو المرتفع الجوي ده مكمل معنا لحد إمتى يا دكتور يعني هو مكمل معنا يمكن كمان بكرة بإذن الله السبت ومع يوم الحد هيبدأ فيه امتداد المنخفط جوي في طبقات الجو الأولية هيأثر علينا لكن برضو هيظل معاك السكر في الأحوال الجوية لأن ما فيش أي فرص لسقوط الأمطار هتكون موجودة معنا غير يوم الحد اللي جاي على بعض الأماكن من حلايب وشلاتين مع يوم لتنين هتمتد الأمطار لبعض المناطق من جنوب سلسل جبال البحر الأحمر وبعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية للبلاد لكن كلها فرص الأمطار خلال أيام المقبلة أو الأسبوع المقبل هتبقى فرص أمطار خفيفة مش هتأثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية يعني هيكمل معنا الاستقرار في الأحوال الجوية كمان خلال الأسبوع المقبل بإذن الله ويمكن نلاحظ مع يوم الحد والإثنين الاستفاعات خفيفة في قيم درجات الحرارة عظم على القاهرة الكبرى هتوصل 26 درجة مقوية فبرضو مش هنحصل بها بالشكل الكبير بس الأجواء مستقرة بشكل دير في معظم المحافظات طيب اليومين دول احنا بنتعرض لمرتفع جوي وكمان كم يوم هنتعرض لمنخفض جوي ده طبيعي في مثل هذا الوقت من العام؟ التباين ده؟ طبعاً تغير التوزعات الضغطية من يوم للتاني تغير درجات الحرارة من يوم للتاني ده طبيعي جداً احنا بنقول المعدلات الشهرية لدرجات الحرارة على 24 درجة مقوية خلال أيام دي من السنة لما يحصل فيها ارتفاع أو يحصل فيها انخفاض أقل من المعدل ده طبيعي جداً لأن احنا الأيام بيبقى فيها الأجواء مشمسة أيام بيكون فيها حالات عدم استقرار فباختلاف الأيام وبتختلف درجات الحرارة طبيعي جداً خليناً بس ننوح ان احنا مع فترة المساء وساعات النيل بيبقى في نشاط نزل الرياح نشاط الرياح اللي بيكون موجود ده بيخلينا نحس أكثر بيء البرودة وانخفاض قيم درجات الحرارة في القاهرة الكبرى أو السواحل الشمالية للبلاد مدن القناة جنوب سإناء فعشان كده لازم ننوح على اختلاف درجات الحرارة بين فترة النهار وفترة الليل ونوعية الملابس بشكل كبير يمكن ده الوقت اللي لازم نختار في نوعية الملابس بشكل كبير لأن ده ممكن يصدنا من ثلاث البرد فلازم نركبه الملابس الشتوية أو نصحب جاكت لو احنا بنقرب فترات الليل المتأثر أو بنرجع من أشغالنا يعني بنقرب فترات الصباح الباكر أو بنرجع من أشغالنا فترات الليل المتأثر طيب هي سرعة الرياح كام يا فاندم وهل هي مصحوبة برمال وأتربة ممكن تأثر على مرضى الحساسية ولا لا هي سرعة الرياح مش قوية بشكل كبير يعني بتتروح ما بين 30-35 كيلو متر على الساعة فهو نشاط نسبة الرياح غير مصير لأي رمال وأتربة فقط سمعنا هيخلينا نحس بانخفاض قيم درجات الحرارة حركة الملاحة البحرية على البحرين طبعا في عدد الكامل في سرعة الرياح زي ما قلنا أو سرعة الرياح معتدلة نسبيا فبالتالي ده بيرجع مردود على حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط ارتفاع مواجع على البحر الأحمر لا يتجاوز الاثنين متر ما بين واحد إلى اثنين متر أيضا البحر المتوسط كمان هيكون خفيف فبالتالي البحرين هيكون مؤهلين لكافة أعمال الصيف والملاحة البحرية أو أعمال التنزل نقدر نستمتع بالأجواء بشكل جديد لأننا لا نستمتع بهذه الجواية ممكن أن تؤثر على أي أعمال أمشطة يومية أو نستمتع به أجازة الوكيند بإذن الله مشكرك في نهاية شكرا جزيلا للدكتورة مونار غينة معضو المركز الإعلامي بهية الأرصاد الجواية ودلوقتي مشاهدين تعالوا انتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة ونبدأها بالقاهرة للعظمة فيها 15 العظمة فيها عفوا 24 والصورة 15 العصبة الإدارية 23-15 اسكندرية 23-14 العلمين الجديدة 23-14 مطروح 22-13 الدميات 23-17 بورسعيد 23-18 الإسماعيلية 25-13 السويس العظمة فيها 24 والصورة 14 العريش 23-15 كاترين 24 طابة 23-14 حلايب 26-18 شلاتين 28-21 شرم الشيخ 28-18 الغرداء 27-17 فيون 24-12 بني سويف 24-12 الوادي الجديد 28-10 أسيوت 25-8 سوهاك 25-10 قنة 26-11 لأصور 28-12 وأخيرا أصوان العظمة فيها 30 والصورة 15 مشاهدين دي كانت درجات الحرارة المتوقعة نهارده ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية ومرة تانية لمننا ومحمد نكمل معهم بأي فقراتنا شكرا لك يا نمية